السلام عليكم متابعي قناة فضاء تعلم اللغة مرحبا بكم معنا دائما كنجيب لكم الاخبار الجيدة ان شاء الله اليوم عندي لكم خبر مفرح 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 جدا بالنسبة للتلاميذ السادس ابتدائي وحتى التلاميذ دياله الثالث اعدادي دونك هنا حساب المعدل غادي يتم تغير فيه حساب المعدل يالني شهادة الدرس الابتدائية وشهادة نهاية السيك الاعدادي يعني يالني شهادة السادس ولا شهادة ديال الثالث اعدادي كانوا حد تغيير كبير فهذا حساب المعدل على حساب واحد المذكرة اللي خرجت وزارية مستعجلة كيف ما كتشوفوا معي هنا يا شوفوا مستعجل خرجت مذكرة وزارية مستعجلة كتنص هانتم ما تشوفوا ما يالي ماذا تنصوا هذه المذكرة هنشوفوا مع بعديتنا كيف ما كتشوفوا معي هنا يا هاي مستعجلة هادي مذكرة مستعجلة من المركز الوطني للتقويم والامتحانات الى السيدة المهندسة العامة المكلفة بمديرية ادارة منظومة الاعلام السيدة المهندسة المكلفة مما أصار الإعلان هذا أو الإخبار هذا هذا خاص بالتلاميدي والتلاميدي الاتسالة الإعدادية لنيل شهادة الابتدائي ولنيل شهادة الإعدادية هنا ستتغير حالة استثنائية تغير في حساب المعدل حسابت المعدل ثلين حساباً أنتظر معي زيان سنرى في حساب معدل لنيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة نهاية السلك الاعدادي شنو قررت الوزارة بإلغاء إجراء الامتحال موحد لسنة الثالثة من التعليم امتدائي وسنة الثالثة من السلك الاعدادي في إطالة إجراءات الاحترازية للحد من الانتشار فيروس كوفيد ديزنا هاتش اللي قامت به في الدورة الأولى نشوفوا دبا شنو غادي يكون على حسب 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 معدل للدورة الثانية أو للمعدل العام قالوا وبعد فعلاقة بالموضوع المرجع المشار إليه ما أعلاه يمشارفوني إخباركم بأنه تقرر وبصفة استثنائية هذه السنة تعديل أوزان المكونات لسي ستدخلوا في الحساب المعدل السنوي لنين شهد الطرس الابتدائية يعني غيرتلوا في الأوزان لكن مثلا الامتحال كيت تحسب 75% والمراقبة 25% أو الامتحال 25% مو يمغادي وقع تغير في ذلك الأوزان لحساب المعدل العام دي السنة السادسة كيف ما كتشوفوا معي السنة السادسة من تعليم امتدائي وأيضا المعدل لنين شهد التعليم الثانوي الإعدادي هاد المذكرة هادي هي صراحة جات مفرحة للتلاميذ السادسة والتلاميذ الثالث إعدادي يعني غيرت تغيير في مصلحة التلاميذ نظرا لهذا الجائحة اللي كانت نظرا للصرف الظروف صعبة اللي مروا منها التلاميذ خلال هادي السنة يعني التعليم ما كانش تعليم حضوري 100% يعني كان تعليم حضوري وتعليم ذاتي دونك نظرا لهذه الظروف الوزارة خرجت هذه المذكرة هادي اتخبر التلاميذ بانه وقام بدغير في حساب المعدل ينظر حساب الرواق Lam واخد المكون المراقبة الميروقف صاف 50% شهدت الدروس الابتدائية السنة السادسة من التعليم الابتدائي كيف يقوم حساب معدلها سيأخذ مكوين المراقبة المستمرة 75% ومكوين الامتح الموحد الاقليمي 25% هنا يقوم بوحد تغيير كبير مراقبة المستمرة سيحسب لها 75% والامتح الموحد سيحسب له غير 25% وهذا مشرف ومفرح جدا للتلاميذ ومساكين يدوذوا السنة جدا قاسية وما توصلوا رغبا لهم يجبون الدروس كامل جيدا وما يجبون محدثون فهذه كانوا يقرأوا تعليم حضوري وتعليم عن بعد أو تعليم ذاتي في الوزارة خرجت هذا الاعلان ويقوم بوضع التلاميذ ويقوم بأن المراقبة المستمرة سي行ر بحساب سلما وقوم بشكل 25% وما يدوذوا بشكل 25% المراقبة المستمره هي اللي غادي تلعب دور الكبير في النجاح دية تلميد المعدلة دية مراقبة المستمره غايت تحسب ٥٧ و٠٪ ف�h دونس هنا مراقبة المستمره قولت ستلعب دور كبير في التلميد يعني من اللعاكس كان قبل موحد هو اللي كايلعب دور كبير في النجاح التلميد أو لو سقوت التلميد يعني لكانت النقطة عنده دعيفة في موحد كيسقط ازلodor النقطة ل Six Colops النقطة من زينه في المراقبة المستمره سوف ينجح وانتمنى التوفيق للجامع نشوفه ده بالتاسع تالت اعدادي تالت اعدادي قالوا بأن مكوين المراقبة المستمرة سيكون 50% وامتح الموحد الجهوي 50% يعني خلو لهم قد قد المراقبة المستمرة 50% والموحد الجهوي 50% كما تلاحظو هنا نفس الشيء احتى تالت اعدادي يعني اعطوهم يعني داروا معهم صراحة حمزيا لأن حسبو لهم الموحد قد المراقبة المستمرة يعني قبل كان يحسب شوية الموحد للي طالع الموحد هنا المراقبة المستمرة انا اللي جبت فيها 10 موحد جبت فيها 10 انا ناجح جبت في المراقبة المستمرة 12 والموحد جبت فيه 8 انا ناجح هنا تحسبو بهالطريقة هذه ليل التوازي لأنك يتحسب المراقبة المستمرة 50% والموحد 50% ماشيين متوازين مع بعدياتهم كما تشوفو هنا ها هو يعني عند الوزارة هذا قرار من عند الوزارة هذا هو قرار وزاري ومستعجل واستثنائي فقط لهذه السنة هذا القرار سيتطبق فقط هذه السنة التي كانت تعليم قصح وظروف قاسية نتمنى التوفيق للجميع وما تنسى اشتراك للقناة لكي تتوصلوا فيديوهات جديدة